بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يضاعف لمن يشاء قال الله تعالى في سورة البقرة في الأيام تين وحدستين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ربنا عز وجل هو الذي رزق فهو الرزاق يرزقنا بالنعم التي لا نحصيها عددا ثم يطالبنا بالإنفاق ويعلمنا بأن ما ننفق منه هو ملك لله عز وجل أساسا فهو المالك الأصلي للأشياء بقوله تعالى في سورة الحديد في الآية السابعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة ولكنها ملكية تفويض واستخلاف وإنابة فلا أحد من الناس يملك الأشياء ويملك الأموال بلا حدود بل ملكية الإنسان للمال هي ملكية مقيدة مؤقتة تأول إلى غيره بعد وفاته فكل مورث يورث ممتلكاته لورثته وورثته سيورثونها لغيرهم إلى أن يأتي الوارث الحقيقي جل جلاله كما في آي القرآن ولله ميراث السماوات والأرض ربي سبحانه عز وجل إميغ ديفقن باللي ذنتيغ دي ترزقن مديفك لارزاقي ومذان يومريث بشاذي ينفق ولكن إفقنا ست باللي أينيك حسف ومذان وثيحسفارها كعال مثل يردونيث نتيحسف مدمي تسيذير أيني لندق فوسيس ميجموث ذيوغال غلوارا ثينس ذا غلوارا ثينسا ديها سواسة جنيوياض ويتجثيوى ألما يوغال غرفافيس غربي سبحانه أكيدنا ربي ولله ميراث السماوات والأرض ذيني من قرن مزورا قرن ثمورث ثفديلي مولان ثمورث ثفديلي مولان أهاتيون سقوى سكسفتيون نغيوث ديها سواسات كسفنوياض سقوى غروا ألما ثوغال غرفافيس ولكن الله عز وجل أعلمنا بأن الملكية ملكية الإنسان للمال هي ليست ملكية مطلقة بل هي ملكية مؤقتة وملكية مقيدة قيود في أصل التملك وقيود مقررة عند التملك وبعد أن تنتقل منه إلى غيره ربنا عز وجل بيّن لنا أسباب التملك المشروع العمل سواء كان عملا بدنيا جسديا أو كان عقليا ذهنيا هذا مصدر مباح والتملك عن طريق المواريث هذا أيضا مصدر مباح التملك عن طريق الوصايا والهبات كل هذه مصادر مباحة ولكن بيّن الشرع الحكيم أن هناك أسباب أخرى غير مقبولة غير مباحة التملك عن طريق السرقات وعن طريق الاحتكار وعن طريق الربا وعن طريق عقود الغرر كل هذه وغيرها هي مصادر محرمة مصادر ممنوعة ابتداءا التملك مقيد في أصل التملك ربي سبحانه عز وجل لذن تخذي رزقا ولكن هنا يغيد مارا تسعو ما تحسفم إلا قات تحسفم كان سووذ من لحلال إفقنا غيد ربي يقول ميلة سلخوذ ميس لعثافيس ذلحلال ميلة تريكاني ديوروث ذلحلال إكس فيس ميلة إلا وشديف كان واصية تستامو ذلحلال ميلة إلا وشديف كان هيبا يعني دوناسيو ذلحلال تكشي ولكن إذا غيف نغيد المصادر نظر إنه ذلحرام ولجزالي ونذي أذيك سف الشيء دونيث ستوكر نغس ريبا نغس وانيث نجشفان لذلك ربي سبحانه إفغايا غلحلال وماري يكسف بنادم المال إلا قات يسخذم أكني أربي سبحانه سوذ مونيك أربي سبحانه عز وجل ولكن ربنا عز وجل وعدنا أنه إذا أنفقنا ذلك المال الذي رزقنا إياه ربنا عز وجل قال والله يضاعف لمن يشاء هذا وعد من الله عز وجل أن يضاعف الأجر للمنفقين للمتصدقين للخيرين وختم هذه الآية بقوله والله واسع عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته